قال المتحدث باسم وزارة الدفع الأمريكية جون كيربي أن الولايات المتحدة تحلل الضربات التي تعرضت لها كييف والتي ألقت السلطات الأوكرانية باللوم فيها على صواريخ روسية قال كيربي أن واشنطن ما زالت تحاول تحليل الأمر وفهم ما حدث في كييف وما الذي تعرض للقصف وبأي نوع من الذخيرة أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح في قصف صاروخي استهدف كييف في وقت كان الأمين العام لأمم المتحدة أنتونو جيتيريش يزورها وذلك في أول ضربات من نوعها منذ منتصف إبريل الجاري وقال الرئيس الأوكراني برديمير زيلينيسكي أن القصف الروسي كان هدفه إذلال الأمم المتحدة وأن هذا الحدث يعبر كثيرا عن الموقف الفعلي لروسيا حيال المؤسسات الدولية من جاتي أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن جيتيريش وأفراد فريقه صدموا بمدى قرب القصف الروسي الذي استهدف وسط كييف من مكان وجودهم خلال زيارتهم للعاصمة الأوكرانية مؤكدا أنهم جميعا لم يتضرروا من القصف من جانبه أكد جوترش أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتهاك للقوانين الدولية مضيفا أن مجلس الأمن الدولي في الشيلا في تفادي وقوع الحرب في أوكرانيا وأيضا في إنهائها مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق مبدئيا على تدخل الأمم المتحدة والصليب الأحمر لإخراج المدنيين من منشأة أزوفستال بمدينة ماريو بيل دعوني أكون واضحا جدا مجلس الأمن أخفق في عمل كل ما يمكنه لمنع وإنهاء هذه الحرب وهذا مصدر خيبة أمل وإحباط وغضب ولكن الرجال والنساء في الأمم المتحدة يعملون كل يوم من أجل شعب أوكرانيا جنبا إلى جنب مع الكثير من المنظمات الأوكرانية الشجاعة وأنا أحيي أكثر من 1400 موظف أممي معظمهم من أصول أوكرانية وهم على الأرض في تسع مراكز عملياتية وثلاثين موقع آخر عرب الرئيس الأوكراني بورديمير زلنيسكي على استعداد بلادي للتفاوض بشأن إجلاء المواطنين من مدينة ماريو بول المحاصرة مؤكدا خلال مؤتمر صعفي مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جتيريش على ضرورة وقف الحرب حتى لا تتضرر عشرات الدول حول العالم قراء الأزمة الغذائية لابد من أن تتوقف روسيا عن عدوانها وعن محاولة إغلاقها للمرافع الأوكرانية على البحر الأبيض وتدمير منشآتنا الإنتاجية وهذا ما تتعمد القوات الروسية فعله بما فيه تدميرها وتدمير الأصص الزراعية في أوكرانيا لذلك لابد من وقف الحرب وإعادة السلام وهو أمر أساسي لمنع الأزمة الغذائية وإنقاذ دول كثيرة من أزمات مختلفة تكلمنا أيضا عن رفع الحصر عن مرافقنا والتأكد من نقل المواد الغذائية عبر هذه المرافق لأن هذه المواد مهمة لنا وللجميع ترجمة نانسي قنقر